اشتركوا في القناة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وتحدثت مع فقامت عن العلاقات التي تجمع مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية ومجلس المجلسين في الجمهورية الجزائرية الشقيقة مجلس الأمة والمجلس الشعبي وقد استمعنا أنا وسعادة السفير والأخوة الذين شاركون اللقاء استمعنا واستفدنا من التوجهات ومن العرض لتاريخ هذه البلد تاريخ المشرق الذي لا ينسى أبدا وأيضا لتطلعات وما يسعى له فقامة الرئيس والحكومة الجزائرية والشعب الجزائري الشقيق إلى آمال وتطلعات حولت إلى خطة عمل وإلى برنامج يطبق الآن فاستفدنا من ماذا يدور في هذا البلد الشقيق وفي نفس الوقت أطلعت فقامته على ما يتم الآن في المملكة العربية السعودية من مساعن في جميع الجوانب الجوانب السياسية والجوانب الاقتصادية والجوانب التي تعدى حدود المملكة إلى الدول العربية والإسلامية بل ودول العالم شكرت فقامته على ما قدم الجزائر من جهود في دعم القضية العرب جميع القضية الفلسطينية وفي القضايا بشكل عام وعلى دعم المملكة في ما تسعى له في جميع الجوانب التي كانت الجزائر من أول الدول المبادرة إلى تأييد تلك التوجهات وفي تنسيق مستمر مع الجزائر حول العديد من هذه الجوانب فكان اللقاء مفيدا ومشرقا واستفدت أنا ومن حضر معي وفي نفس الوقت سعدت بهذا اللقاء وأتمنى إن شاء الله للعلاقات بين المملكة والزائر التوفيق والسداد وشكرا لكم على هذا اللقاء